أشرف أمس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن بطنجة على تدشين مسجد الأميرة للعبلة قبل أن يؤدي به تحية المسجد المسجد والجديد يقع عند نهاية شارع محمد السادس بمحاذاة ميناء الصيد الجديد بطنجة وهو الميناء الذي كان قد دشره الملك في سابع يونيو الماضي وكذلك المحطة البحرية لميناء طنجة المدينة مسجد تطلب استثمارات بقيمة 26 مليون درهم وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المسجد ألفاً وتسعمائة مصل ومصلية ويشكل جزءاً من البرنامج المندمج لإعادة توظيف المنطقة المينائية طنجة المدينة